طبعاً هذا الرجل معروف مرسل ماندلة فعندنا هذه القطعة بيقول فيها change the small letters to capital letters whenever necessary in the following paragraph إنو اللي small letter اللي لازم تصير capital letter نغيرها فنروح مباشرة على الورد نيلسون ماندلة My name is Nelson Mandela and I have had an unusual life طب هادي sentence number one إحنا قلنا من القوانين إنو بداية الكلمة لازم تكون capital فحنخلي ال-M capital لأنها بداية جملة نيلسون ماندلة باردو نيلسون capital لأنها اسم شخص ماندلة ناتس الشي and I I اللي هو بروناون فحنخلي ال-capital بس بروناون okay number two I بداية جملة على طول capital letters capital letters I have been been both prisoner and president in my country يقول أنا كنت سجين ورئيس لأيه لدولتي okay number three I was I على طول capital أنا بداية جملة I was born in 1918 in a small village in South Africa احنا قلنا اي دولة او مدينة تكون capital so South Africa حخليها capital letters number four my بداية الجملة دايما capital my father Henry Mandela طبعا اسم فحكتبها capital letter was the ship of our tribe كان طبعا رئيس لقبيلتهم ابو كان رئيس لقبيلتهم طيب number five يبدأ capital على طول as a child I talk I ضمير pronoun I took care of the family cattle and goats اللي هو اعتنى الماشية والما السبع العلام when بداية كلمة مباشرة حخليها capital when I grow طبعا I ضمير pronoun فعل طول capital letter I برضو بيقول أنا I decide أنا قرر to become a lawyer قرر ان يصير محامي طبعا هنا ما في شي this this بداية كلمة فحصير capital this seem to be a good way to help my people هذا الشيء كويس انه بيساعد الناس بيسير محاميشة يساعد الناس number eight بداية كلمة على طول بداية جملة على طول capital after I بيتكلم عن نفسه ضمير after I became a lawyer I بعد ما صرت يقول محامي I برضو على نفسه I became the leader of a group of young Africans who wanted to change the system of discrimination وصرت قائد لجروب afriqiyen طبعا afriqans هادي capital لانا بيدول على الجماعة زي asian لما قلنا asian هادي afriqiyen بيدول على اعراق اوكي number nine because طبعا بداية كلمة او جملة بالأصح بصير capital because of my political activities I won I went I بكسب نفسه I went to prison for 27 years ان هو كان سجين ل 27 سنة بعدين بداية جملة فحضر capital the prison was on a cold windy island in the Atlantic Ocean انو هادي السجن كان بارد موجود في جزيرة باردة وفي رياح موجودة على فين في المحيط Atlantic الأطلسي فاسم لي شي ممكن نلادي على الخريطة Atlantic Ocean حيصير عندي capital محيط الأطلسي ok number 11 however طبعا بداية جملة سيصير capital however the world didn't forget about me الناس ما نسيت ما نسيتو I capital بداية جملة I received important visitors awards and university degrees from all over the world حصل على جوائز حصل على درجات في الجامعة من كل إنحاء العالم I also طبعا بداية جملة وضمير pronoun I also learned Africans درس لي الافريكان لي هي اللغة which is the language of white South Africa كانت لغة اللي هم البيض الموجودين في South Africa طبعا South Africa جنوب أفريقيا نلاقيها على الخريطة وهي اسم دولة فأكيد تكون capital letters بداية جملة بداية جملة I بيتكلم عن نفسه pronouns ضمير I also speak English قلنا أي لغة تكون بال capital and and كوس هادي كوس اللي هي لغة القبيلة حقه خلينا شوف 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 which is the language of my tribe لغة قبيلة tribe يعني قبيلة in capital لنا بداية جملة in 1990 I was pronoun set free I بداية جملة وكمان the president of South Africa South Africa دولة اللي هي على الخريطة in 1994 صار طبعا رئيس South Africa جنوب أفريقيا during بداية جملة my time in office من خلال يعني وكتي في المكتب I tried حاولت إني to bring peace حاول إنه يحل السلام و الديمقراطي والديمقراطية and prosperity to all والإزدهار to all of my country's people لكل الناس في مدينة أو دولة طبعا هنا ما كان عندنا إلا I دي والآل في السبنتين الناينتين بداية هتكون capital now I am بيقصد نفسه ضمير I am the detired أنا الآن متقاعد هذه هذه كانت قصة نالسون ماندلا طبعا الاسم capital letters إن شاء الله يكون وضحة القوانين الستة المهمة في كتابة الحرف capital letters أو أي مواضع كتابة الحرف بالcapital letters طبعا هنا journal writing اللي هو كتابة يومياتك كتابة اليوميات يقول يكون عن notebook في دفتر الملاحظات تبعك تكتب يومياتك عن your life عن حياتك أو your thoughts معتقداتك each time you write in your journal you make a journal entry عموما هذا الشي يقول إنه teacher will not grade your journal ما رح يتقدر درجات على هذا الشي هذا بس إنه تكتب practice new skills without worry about grade تتدربوا على الكتابة وعلى المهارات بدون درجات بدون ما تقلقوا على الدرجات وإنه teacher رح يقرأها ويفححها يعني وتتناقشوا فيها أوكي وهنا أخر example your teacher may ask you to write for a certain amount of time every day or every week or he or she may ask you to write certain number of page it is a good idea to write the date and you're starting and stopping times above each entry here is a symbol page عطاني and a symbol page لواحد من الطلاب كتب يوم من التاريخ وميتة بدأ الكتابة وميتة انتهى زي ما قل إني قال إنه start ميتة بديد starting and stopping وميتة انتهت من كتابة وتاريخ جنوري 31 1991 I lived with my parents and six brothers and sisters in the beautiful city of Oran Oran is the maternity I attended elementary school there when I was 14 years old my family moved to Algeria I attended Muhammad bin Uthman High School there then I فالواجب إنه تكتبوا عن يومياتكم وي teachers ممكن يصححها ويقول إنه انتبهوا على proper nouns as possible in order to practice the capitalized rules على قوانين كتابة الحروف بالكابتل متى تكون فيه تكتبوا عن طفولتكم child a child your home town والمنزل الفاميلي العائلة الإدوكيشن التعليم الهوبيس الهوايات اللي تتبوا هاري في اليوميات تابعكم وكذا نكون انتهينا من part 2 وإنشاء الله في المقطع القادم رح نبدأ في part 3 وبتوفي جميع اشتركوا في القناة